اشتركوا في القناة خلنجي للمواة طبعاً هذه أنت لما تدخل طبعاً هذه بالنسبة للمرحلة الأولى هذا ينطبق على جميع المراحل تجي تشوف المادة اللي عندك بها امتحان تدخل على هذه على المادة نفسها خلنجي أول شيء هساً للأسايمنت هذا هو الأسايمنت أو اللي هو الواجب الواجب تجي تفتحان جيت فتحته شنو اللي شفته اللي شفته هذا الملف هذا الملف تجي تفتحان طبعاً هنانا ملف مرفوع ما طالب من عندك الإجابة بشكل مباشر لا ملف مرفوع فيكون الملف اتحمل تفتح الملف طبعاً أكو ممكن أحد الأساتذة ما يحتاج يخلي لك ملف لا مجرد يسوي لك نص وانت تمليه داخل الأسايمنت نفسه لكن هنانا سوالك يا ملف تفتح الملف فتحت الملف هذا هو تكتب اسمك وتكتب إذا عندك رقم أو المرحلة تجي هنانا تقرأ هذه التعليمات شنو المطلوب من عندك تجي مثلاً تقرأ هذا البرنامج وتشوف شنو المشكلة اللي بيه وتصححها وأيضاً هذا وتصححها كملت هسا هنانا عندك هذا السؤال الثالث مثلاً هنانا شي يقول لك يقول لك modify your example number one اللي هو هذا example number one هذا to add extra text of your choosing to the sentence displayed on the screen المهم نقدر تجي هنانا تحلى شلون تحلى يعني أنت هسا بالنسبة إليك ما راح تجي تحلى بشكل مباشر لا تجي تفتح المباشر تجي تسوي لك برنامج جديد وتكتب بيه تكتب بيه لحل مالتك شقلك هو مثلاً example one أو program one هللي نجي هنا أنا مثلاً program one كتبته نسخته صححت شنو المشاكل اللي بيه وخلصت أوكي ماكو إشكال مثلاً هذا بيه مشكلة مشكلة وين مشكلة مشكلة هذه ما بيه سمي column شغلته اشتغل مثل ورد مثلاً خلص هذا اشتغل البرنامج وكمل طبعاً نعم تتأكد أنه البرنامج اشتغل جواب 20 صحيح اللي هو عبارة عن حاصل ضرب 1 في 4 4 4 5 20 مضبوط اشتغل البرنامج تجي مثلاً نانا edit copy تنسخ الإجابة مالتك طبعاً تنسخ البرنامج هنانا باعتبار أنه تحتاج الصححة راح تلسق هنا هاي تصححت عفوا هاي صححت وتجي أيضاً مثلاً سويت التعديل تلسق الإجابة مالتك هنا كملت خزنت سدة تجي ترجع للأسايمنت شا سوي تقول add submission يا إما الـ online text إذا تريد تطي إجابتك بشكل مباشر تقدر تطيها بشكل مباشر هذا هو مطيق هاي الصلاحية أو ترفع الملف نفسه هس يا إما هسا مثلاً خلي نقول هاي الـ online text ما مفعلها الأستاذ ممكن يفعلها وممكن ما يفعلهم ممكن يفعل لك الـ online text فتقدر تخلي إجابتك بشكل مباشر إذا مفعلها الأستاذ إذا ما لقيته هنا أنا ما نفعلها معناة يريد من عندك السلم ملف فهس تجي هنا تدوس على هذي تدوس على هذي add file upload when نزل خلي نقول احنا أعتقد نزل بالdownload هذا ويا اللي هو عدلنا open سوي upload كمال save change بهذه الحالة أنت تكون سيفة الأسايمنت وأصبح عندك سيفة هنا نشوف submission stated submitting for grading هنانا الأستاذ رح ينطيك بعدين الدرجة عليها بعدين يطيك هي ها هو الأستاذ رح يشوف أنه انت ساب method ما كو إشكال والجسم هو بعدين يطيك الgrade الgrade هنا رح تطلع لك درجتك هاي شغلة شغلة الثانية انتبهوا لطلاب انتبهوا شوفوا أنه شوقت آخر موعد التسليم إلى يوم 18 4 طبعا هذا مثال هو مو هو اللي يسوى الأستاذ هذا مثال شوفوا هنا يوم السبت 18 4 ساعة 12 الصبح يعني معناها تشقد عندك هنالي يطلع لك باقي عندك 6 يام و7 ساعات مسموح لك انت هاي العفو شوقت انت سويت لسبمت سويت لسبمت يوم 14 4 ساعة بال4 نص هذا هو الفايل اللي سويت لسبمشن تريد تحاجي الأستاذ مثلا عندك فتشغلة تقول لي مثلا أي أين كان أرجو مراعات كذا أرجو مراعات كذا أين كان انت عندك إجابة خطأ راجعت روحك لقيت انك خطأ الأستاذ هنا مطيق مطيق إمكانية لأنه تعيد السبمشن 3 مرات يعني هسا انت سويت سبمت يعني مستعجل شفت روحك راجعت نفسك شفت روحك لا تكون تعيد طبعا هاي إذا الأستاذ مطيق سماحية إما إذا تسبمت مرة وحدة فلازم تكون حذر جدا لما نستمت فالمهم هنا أنا مطيق صلاحية تجي تقول Edit Submission باعتبار هو ما مطيق صلاحية الجسم Online Text أها العفو صحيح فعلناها فعلناها هسا هنا إذا تريد تطيئ إجابتك بشكل مباشر ممكن مباشرة تطيئ الحل هنا ويروح للأستاذ على أقل ممكن أنه هذا الفايل تحذف إذا تريد تحذف أو سوي لـ Update شلون سوي لـ Update تجي هنا إذا عندك معلوماتك تريد تغير هنا إذا تريد اسم الفايل تغير إذا تريد تسوي لـ Download كمل تخلص أوكي خلي نقول أنا أريد أحذف أو إذا ما حذفته خلي نقول إحنا الريد العفو الريد نسوي لنا فولدر ثاني على كله هو هنا للجسم اللي هو تكون بمجموعة برامج مثلا يطلب من عندك الأستاذ مجموعة برامج مثلا خلي نقول إحنا assignment واحد أوكي create folder صار عندك فولدر بداخل هذا الفولدر راح تخط تحط البرامج مالتك اللي هي تكون الإجابة مال assignment مالتك هسا احنا نقول أنت سويت إجابتك داخل الملف نفسه واللي هو طبعا بالمناسبة يفضل تعيد تسمية الملف تعيد تسمية الملف إلى اسمك مثلا لي مثلا نقول اسمك علي سويلة update حتى ينعاد تسمية الملف علي حتى يكون باسمك لما نشوف الأستاذ يشوف أنه هذا الطالب الكذائي إذا خزن الملف يشوف أنه هذا الطالب الكذائي هو اللي يسلم الإجابة مالتك على كل هسا نجي لهنانا أنت راجعت نفسك وما تريد تسلم هذا تريد تسلم نسخة محدثة تحذفة بعد ما حذفت تريد تسلم مثلا البرامج على سبيل مثال البرمجة أو إذا طالب من عندك فتشي معين تصور عندك تريد ترفعهم تقدر ترفعهم بهذا المجلد نجي نسخة ثانية نسخة ثانية أيضا نختار نسوي له upload راح يتم رفع الفايل داخل الفولدر لاحظوا داخل الفولدر ممكن أيضا ترفعه هنا وخلصت رفعت الفايل سوي له save change لاحظ هنا إذا كان نفعل لك الonline text تشوف هنا طلعت الإجابة أيضا تقدر بعدين تسوي لها edit هنا الأتم number هذه الأتم 1 إلى آخره كنفس المعلومات وتطلع عندك وإذا تريد عندك ملاحظات خلصت كملت هذا هو انتهى الموضوع خلصت ترجع للصف مالتك وتكمل لأما تريد تقرأ المحاضرات تريد تطلع عليها تريد تسوي أي شي هذا بالنسبة للassign